حالة أخرى عن موظفة الحقيقة بتحكي عن أمها بتقول عندي أمي 70 سنة مريضة سكر على علاج إنسولين وحبوب وبناء على برنامج على اليوتيوب وقفت الإنسولين وبدأت على نظام غذائي مع الاستمرار عن نوع واحد من حبوب السكر من غير ما تقولي الأم عميت كده من غير ما تقول لابنة وبتقول كده بدأ النظر عندها يتأثر والسكر يرتفع جدا واكتشفنا نزيف بالشبكية مع وغذ بالصدر طبعا هنا كمية مضعفات كثيرة في نفس الآن تعمل إيه؟ طبعا هي الأم اللي هي أصلا نشي على علاج ولأن وسائل الميديا أو التواصل الاجتماعي متاحة للجميع للكبير والصغير فهي بتشوف الحاجات اللي هي تخصها يعني فهي شافت أن بدل ما أنت بتأخذي كذا علاج أنت هتأخذي حبايا واحدة بس والبقية الأدوية ما فيش داعي منها وهتمشى عليها وهتشوفي الكلام يعني مطلعة أن هي ممكن تكون ماشية على علاجات ملهاش لزوم وأن الحبايا دي هتأخذها هتكل لها المشاكل كلها فالأم أخذت الحبايا من غير ما تقول لبنتها المتابعة ليها إيه هي عملته وفضلت فترة من غير ما تقول وأنا بقول للبنت أو الأبناء المتابعين لوالديهم ما تعتمدوش على مجرد الكلام أنت يا ماما كويسة أنا الحمد لله كويسة لا أنا لازم يبقى عندي فحوص دورية أشوفها كل ثلاث شهور لو السكر متقلب أو إذا كان منتظم بكل ست شهور يبقى عندي قياسات البيت أطمئن على ماما أو أطمئن على بابن خلال قياسات السكر في البيت في موعيد معينة على أقل إذا ما كانش يبقى مثلا يوم بعد يوم على أقل مرتين في الأسبوع يعني أشوف اليوم قبل الفطار وبعد الوجبة الرئيسية بساعتين سبت واربع حد وخميس المهم يبقى يومين في الأسبوع أطمئن عليهم وأشوف القريات بنفسي لا أكتفي عاملة إيه يا ماما أنا الحمد لله كويسة خلاص بيت كويسة فهنا اكتشفت أن والدتها ماشية على علاق غير اللي كاتبه الدكتور خالص وبقالها فترة لدرجة أن السكر بتاعها طبعا ارتفع ضرب الشبكية وعمل مشكلة في شرايين القلب ده أكيد هي ماشية على الكلام ده بقالها شهور فطبعا ابتدوا يعالجوا مش السكر بس ابتدوا يعالجوا مضاعفات السكر اللي نتجه من سوء التصرف مع معلومات الميديا وهنا بقول برضو مسئولية اللي متابع الناس الكبار ما نسيبش الناس الكبار ونسألهم مجرد سؤال أنتوا عاملين إيه؟ أنا يهمني تحاليل دورية كشف أكلينيكي في العيادة مع الطبيب ده مهم جدا حتى مرة كل ثلاث شهور مرة كل ست شهور مرة كل ست شهور دي لو هي السكر بتاعها كويس ومنتظم يبقى مرة كل ست شهور يبقى فيه كشف أكلينيكي في العيادة عشان نطمئن على البرامترز كلها على العناصر كلها المصاحبة لمرض السكر بالنسبة للأبنة دي أنا بقول لها لازم تتابعي مع عيادة يكون عندها خدمة المتابعة عن بعد ويبقى عندك أنت المتابعة على الواتس بتاعك علشان تشوفي المتابعات الدورية لولدتك من خلال متابعات الواتس مع الدكتور